اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية بلبنان اتحاد بيجمع عدة جمعيات وعنده كثير من المسؤوليات والمساعدات رح نتعرف عليها أكثر اليوم مع سالي دانكر أهلا وسهلا فيك ونسيقة العلاقات والسفرات والبعثات الديبلوماسية باتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية بلبنان معنا كمان محمد نور قرحاني الناطق الأعلامي باسم الاتحاد أهلا وسهلا فيكم السالي خينا بلدينا نتعرف على الاتحاد يلي ما صر له كتير زمان عم يشتغل ولكن على الأرض عم يكون فاعل جدا تانكيو إيريك كاتيا مضبوط نحن اسمنا إيردا اللي هي بتجي لـ Union of Relief and Development Associations أو اتحاد الإغاثية والتنموية بلبنان نحن بلشنا فعليا بعد ما بلشت أزمة اللاجئين يعني بلشنا من حاجة وضرورة أن نحن نكون موجودين على الأرض بلشنا أول شيء كفالنتيرز بالـ 2012 و2013 أخذنا أول ترخيص من نوعه بلبنان لنكون نحن يونين نتألف تقريبا من ميد جامعية فاعلة بلبنان منغطي كل مثل ما زاكرت كل الأنشطة والسيرفزز اللي تتعلق بالتنمية والإغاثية عنا سبع ديبارتمنت من الشغل فيهم إن كان طبية أو إيوية أو خدمات كمان إنسانية مثل خدمات صحية أو خدمات تمكن المرأة وعننا كمان من أكبر المجمعات للاجئين بلبنان اللي هي بذكر منا العودة هو مجهز ليكون بقلبه يعني بتحسيها مثل كوميونتي بحد زيتها مركز البقاء مضبوط هو مركز البقاء عنا مركز طبي بقلبه عنا مركز خدمات للأطفال لدعم النفسي اسمه بسمات وأنا كمان مركز تمكين للمرأة بقلب منطقة دبعة طبيعي يا محمد اللي ما بتشيروا على الأرض كلما بلشتوا بمساعدة معينة ومساندة معينة رح تلاقوا حاجة أخرى وكمان تحسوا حالكم إنه مضطرين كمان تفوتوا بمجال آخر إذا فينا نقوله هذا كله يعني فيه متطوعين صحيح بس كمان فيه متخصصين لحتى اللي يكونوا عم يقدروا أمنوا هالخدمات صح مثل ما ذكرت سالي نحن بلشنا بسبع متطوعين بالـ 2012-2013 ونحن هلأ 220 موظف هذا بيحكي قصة الاتحاد بكيف تطور واتطورة خدماته من الشغلات الأساسية اللي نحن بلشنا فيها هي الخدمات الطبية والآن بحسب تقارير يونج سيار أو المفاوضية اللي بتهتم بالشؤون النازحين الاتحاد محقق أعلى سكورات ببعض المناطق من خلال الخدمات الطبية اللي هو مقدمة نعم بلشنا كمتطوعين ولكن الآن نحن بنضم بلجاننا متخصصين وخاصة بالموضوع الطبي نحن في عنا أطباء لبنانية متطوعية متطوعين أيضا ليديروا هذا العمل بشكل احترافي أكتر في القسم الطبي بس في أقسام تانية كمان شو هي الأقسام التانية مثل ما سبق وذكرت تضمن الإيواء تضمن خدمات تعليمية خدمات تمكين خدمات كفالات والكمان الحلو بالموضوع أنه الخدمات عم بتكون تشمل أكيد بطريقة مباشرة لسوريا لأنه هي الحاجة عم بتكون للنازحين السوريين أكيد بس كمان عم بيستفيد البلد أو الكميونيتي المضيف أو البلد المضيفة إذا صح التعبير من هيدا الخدمات لأنه أول شيء مثل ما بتعرفي نحن عايشين بسايكل يعني إذا اللاجئين السوريين عم بيكون بارت من الأزمة نحن عم نخللهم يكونوا بارت من الحل يعني هيدا يكونوا بارت من حل هيدا الأزمة اللي أكيد ما قالوا نزرب فيها كيف عمليا بيكونوا بارت مجرد ما هيدا بطلوا عبق على الكميونيتي اللي هيدا فيها هيدا أول مرحلة أنك أنت تكسره هيدا الحاجز بينهم وبين اللبنانيين الموجودين بالمنطقة يعني من نخلق نوع من التعايش يعني لما هنه كمان يحصوا حالون برودكتوف يعني عنا مشروع اسمه سند أنت بتعطي دعم مادة لهن يقدروا يفتحوا صنعات ما بتتضارب مع اللبنانيين الموجودين بالمنطقة نعم فبهيدا الطريقة هنه بيبطلوا عبق وبيصيروا هنه منتجين بتعلى الانتجية بتعلى الانتجية وبتحرك الحلقة الاقتصادية وكمان مثل ما قلت أنه بتخفف من تنشن بين المضيفة واللاجئة محمد في إنجاز طبي لازم تخبرنا عنه مثل ما قلت لي نعم الإنجاز الطبي هو خلينا أقول اللي نذكر بهالوقت هذا هو الخدمات المقدمة من قبل الاتحاد والمراكز اللي تاب على قلو تجاه مش بس النازحين ولكن حتى أيضا اللبنانية اللي هنه عايشين بنفس حالة الفقر اللي موجود بالمناطق اللي فيها النازحين هذا الانجاز أنا بدي وضح للناس خاصة اللي طلعوا على التقارير هو مبلش من فترة وليس من الآن ولكن ظهر لأنه صار في متابعة أكثر من قبل المفاوضية للأرقام اللي عم تنشغل من خلال الجمعيات نحن كجمعية لبنانية طبعا كتير نفتخر بهذا الانجاز نحن عنا خلال سنة 2016 318 ألف خدمة طبية فقط سمعنا نحكي عن بقاية الخدمات اللي هي إغافية وإيواء وأمور تانية ودعم نفسه ولكن فقط قطب بي عنا 318 ألف خدمة استفاد منها 75 ألف مستفيد خلال 2016 الخدمات متعددة الخدمات متعددة بالموضوع الطبي نحن متعاقدين مع 22 مركز حول لبنان بنقدم خدمات شعاعية سواء MRI ولا سيتي سكان بنقدم تنظير هضمي بنكفل أيضا جزء من العمليات أو في تويرت العمليات خليني سميها عنا 110 مرضى كلا متكفلين فيهم على مستوى لبنان 150 مريض تلاسيمية كانوا مرميين ما حدا كان عم يطلع فيهم أبدا 28 مريض أمراض دم نادرة كمان هيدول نحن متكفلين فيهم الآن هيدول كلهم بيدعم من لجنة المساعدات الناروجية يعني فيه خدمات عم نسكر فيها فجوات كتير عم يستفاد منها السوري واللبناني بشكل أساسي هالمصدقية اللي صارت عن تكون هيها لا تقدروا تأمنوا هالمساعدات هيدا شغلة كتير مهمة وضرورية لأن الأرقام اللي عم تذكرها هي أرقام كتير عالية صحيح هو واكب موضوع التطور الإدارة اللي صار بالاتحاد وتطوير السياسات النظمة بالاتحاد والبروستيز الموجودة الداعمين بنفس الوقت كانوا عم يعملوا عملية لحالهم لذاتهم وعلى الأرض شو عم يصير هذا التراكم من الإنجازات خل كتير من الداعمين يوثقوا فينا ويتوجهوا لعنا بشكل أولي قبل ما يتوجهوا عند الباقيين لا يشوفوا إذا نحن قدرين نشتغل بالخدمات اللي هن يحبين يقدموا ولا لا ونكون منفذين على الأرض لبرامجهم الدولية وبالتالي كبر هذا الشغل بهالمستوى وهذا هدف إرداء أنه تصير مرجع بكل المسائل التي تعلق بالهومانيتاريون سوبورت للأشخاص قبل ما نقول للمؤتمر يلي رح يكون قريبا بس بدي نوه بأنه بمركز الإيواء بقاعل تيلي أنه فيه فرن أو مخبز بيطلع تسعمائة ربطة خبز بالنهار الواحد نعم ويتوزعوا بشكل مجاني على العيل كمان هيدا مهم تنقال هيدا مخبز فريد منعه كتير كبير يعني بالنسبة للمنطقة من أكبر المخابز بالمنطقة البقاء والحمد لله يعني عم يقدر يأمن هالقدة مأكل للموجودين هيدا غير الخدمات التانية الموجودة بهيدا المخيم مثل ما أنا عندهم سوق هونيك سوق الخيري يلي بيتضمن كذا خدمات بأدموها عندهم كمان المختار تابعون عندهم كل شي دعم للنساء تمكين المرأة من خلال تعليمهم للخياطة وكمان البسامات اللي هو للأطفال الدعم النفسي للأطفال يوبيل الأرز لتأسيس الاتحاد ليش اسمه يوبيل الأرز وأي متى وشوه كاتير ان شاء الله بشهر خمسة حيكون في عنا مؤتمر رقم خمسة كمان للاتحاد هو بمناسبة تمرور خمس سنوات على تأسيس الاتحاد حنحتفل فيها السنة ببيروت حترك فيه من أكبر عشرين دولة حول العالم عم نحكي هون دول عربية أوروبية وحتى أمريكية حيكونوا موجودين بالمؤتمر وبعد المؤتمر مثل ما ذاكرت حضرتك أنه اسمه يوبيل الأرز ليش؟ لأنه بتعرفين نحنا تصنيف العالم على خمس سنين الرمز طبعه هو خشبة ونحن لأنه بلبنان ونتغنى بالأرز فعملنا مثل هيدا الريليشن أنه لأنه خمس سنين ما رأيت ولأنه نحنا برق بلاد الأرز فجأة معناه هون ما بادنسل عنا يوبيل الأرز حيكون مثل ما قلت ببيروت وخلاله حننترق لمواضيع كتير مهمة خاصة متتعلق بالأمور اللجوء حننتناقش ونتبادل خبرات بمسألة النزوح واللاجئين وأكيد هنكرم كل اللي ساعدونا خلال هالخمس سنين واللي هن كتار واللي هن عن جد عالمية كسفرات كوكلات عالمية وكاينجيوز أو جماعيات عالمية وكمان لوكلانجيوز محمد ليش دول أجنبية بمؤتمراتكم ومين بمثلها؟ طبعا لما عم نحكي عن دول أجنبية عم نحكي عن ناس بيفكروا بطريقة استراتيجية وبيفكروا لسنوات لقدام وبالتالي ممكن يدعموا من خلال البروغرامز مش مجرد مشروع بينتهي بفترة أصيرة ما بيكون له أثر نحن كتير بيهمنا موضوع البروغرامز لأنه لنحكي فرضا على التعليم نحن في عنا كمية من الأطفال كتير متشردة على صارت على الطرقات بسبب حالة النزوح هذا الطفل المتشرد بيصير بعد فترة مشروع إجرام نحن بحاجة لبروغرام طويل الأمد لنقدر نساعده ونخليه لا يدل ضمن حالة إنسانية نحن نرضاها لألنا كلاياتنا وما يتحول ل مشروع إجرام بالنهاية هذا كمثل طبعا يمكننا أن نحكي عن المرأة يمكننا أن نحكي عن التمكين يمكننا أن نحكي عن كتير شغلات وبالتالي السفرات الأجنبية أو الدول الأجنبية اللي هي دول منحة كبيرة وعندها ترصد ميزانية كبيرة لهذا الموضوع هي تمشي معكي به دول البروغرامز واحدة منهم مثل ما حكينا موضوع التلاسيمية والكلاء اللي هي مدعومة من الحكومة الناروجية هذا مشروع كتير كبير بينقذ حياة ولكن بده استمرارية كتير كبيرة بده دولة بده ميزانية الدول عدد كبير فأزا من الأشخاص من الاختصاصات من الناس اللي عندهم علم فعلا وعلى الأرض عارفين شو عم بيصير لقدروا يوصلوا هالرسالة وقدروا يحصلوا على هالدعم وبعدين يقدروا يرجعوا يوزعوا هالمساعدات بطريقة صحيحة وفعالة مثل ما عم بيقول محمد أنتم مين يعني كشباب وصبايا مهتمين بهالاتحاد يعني أنا أكيد بحكي من تجربة الشخصية صنعي بس فترة كتير وجيزة يعني صنعي تقريبا أسبوع بس بالاتحاد بس حسيت بالانتماء من أول نهار الواضح من الحماس مية بالمية ورحت زرة المخيمات على الأرض وهذا شيء كان كتير مهم لأنه أنت تعرف عن جد عم تتعايش القضية يعني نحن مش بس يعني في كتير ناس للأسف بيتجروا فيها أو بيبين أنه فيك بالتعاطي بالموضوع بس نحن كلنا حماس مندلنا أوبرتايم مندلنا عم نشتغل من كل قلبنا ومنساعد بعدنا يعني بتحسي روح واحدة مثل ما ذكر محمد أنه نحن تقريبا ميتين ميتين امبليز فينا نحكي على الأرض وكمان عم نوسع نطاقنا عم ناخد هلأ ترخيص بدول أخرى يكون عنا مثل international offices في عنا بإسبانيا وبهولندا وإن بروسس أنه يكونوا بأمريكا وبكندا أخذناها أخذناها محمد يعني مثل ما عم تقول سالي فيها الحميس عندكم كشباب وأنا رح أخذ رأيكم كشباب يعني لبناني هل فعلا على الأرض عم تلاقوا نتيجة له الأدى عندكم حميس طبعا أكيد في حاجة رح تحفزكم ولكن هل عم تلاقوا نتيجة للطال عندكم هل الحافز طبعا أنا خليني أذكر لك ياها من مثل صار قدامي أنا لما بيجي شخص وبيقول لي حاسس حالي عم موت لأنه عم يساعد أبو منه قادر يساعده وبعد فترة بيجي نفس الشخص وبيقول لي أنت مثل أخي بيعتبرك بسبب المساعدة اللي تقدمت لنا أكيد هذا بشكل عندي حافز كتير كبير نحن أصحاب رسالة ما حقول نحن موظفين نحن أصحاب رسالة ما قدرين ننام ونشوف العالم عم تموت قدامنا يلي بنرضى لحالنا بنرضى للناس والعكس صحيح مشان هيك هذا اللي بيخلع عنا الحافز اللي ذكرته سالي وبيخلينا فعلا نظل ما نشتغل بدوام ولكن نشتغل كرسالة ما نتطلع على الوقت هذي أيضا من تجربتي يلي عاشتها بالاتحاد تحت جمعية لغاثية يعني خلاصة كتير حلوة رسالة كتير مؤثرة وتحية لكل العاملين باتحاد الجمعية الإغاثية والتنموية بلبنين شكرا لوجودكم معنا وأكيد رح نتابع شغلكم كمان على الأرض وأكيد اليوبيل رح نكون عم نحكي عنه شكرا لألكم وفي هالا ونرجع من تابع بقية فقرات ألا إذ خليكم ترجمة نانسي قنقر